عبوة العمل الفدائي أو كبوس إسرائيل الجديد سلاح محلي تستخدمه حماس في المعارك الحالية عبر وضعه على آليات الجيش الإسرائيلي من المسافة صفر ثم تفجيرها هذا المقطع يلخص عمل عبوة العمل الفدائي ويبدو مقاتل من كتائب القسام التصق في دبابة ميركافا ووضع العبوة عليها قبل أن يعاود استهدافها بقضيفة اليسين 105 هذه العبوات الناسفة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية في عملياتها ضد إسرائيل تتميز بصغر حجمها وتكلفتها الرخيصة وسهولة حملها وتركيبها ما يجعلها سلاحا فعالا في العمليات التي تتطلب عنصر المفاجأة والسرعة وعادة ما يستغل هذا النوع من العبوات في أكثر أماكن الدبابات ضعفا بهدف تفجيرها عملية تفجير العبوة تحتاج إلى الاقتراب من الآلية لمسافة قريبة جدا ما يتطلب تضحية من المقاتلين ويمكن أن تشكل خطرا على المقاتل نفسه إن لم يتم زرعها بشكل صحيح إذن ألغام مغناطيسية خارقة للدروع معدلة من قذائف اليسين قادرة على اختراق 60 سنتمترا من جسم الآليات المدرعة تلصق يدويا على الآلية ثم تنفجر بعد 7 إلى 8 ثواني من سحب الصمام وتستهدف المركبات العسكرية الإسرائيلية أو مواقع إسرائيلية أو أفراد الجيش الإسرائيلي وتبدو عبوة العمل الفدائي من ناحية الاستخدام نسخة مصغرة من عبوات شواض التي تمتلك منها كتائب القسام ستة أجيال والتي استخدمها القسام طوال الحروب السابقة ولكنها كانت تحتاج إلى جهد في نقلها نتيجة حجمها الكبير بالإضافة إلى صاعق تفجير عن بعد وهو ما تجاوزته عبوة العمل الفدائي وهي عبوة ستكون حاسمة الاستخدام خلال المعارك مع إمكان إسقاطها أو رميها يدويا عن بعد تحول كبير في مسار المواجهة عبوة العمل الفدائي المصنوعة في قطاع غزة تنضم إلى مجموعة أسلحات جديدة تستخدم في المعارك الضارية ترجمة نانسي قنقر